مصر مقصد زي ما قالت كابتن إكرامي ما بينه شوتي إنه هو يتوقع إنه هو يعني هيفضله بنفس الشك وده اللي حصل فعلا ولكن ممكن هفوة في دقيقة من الدقيقة إنه إنت ما تقفش في التنظيم المزبوط عدم الالتزام بالتعليمات ممكن في لحظة تخليك منتكاسبان تقدر في لحظة تعادل أو ممكن تخسر ده أعتقد اللي حصل يعني طبعا أكيد كابتن حماده هيبقى مش راضي تماما أو تفق مع كابتن إكرامي في نقطة دي تحديدا إنه هو خسر النهاردة المباراة أو خسر النقاط هو مش راضي عن التعادل تماما لأنه كان عنده فرصة مديع عشرة كان فيه خروج أو فيه طرد للعب محمد عطوة فأعتقد أنه كان لازم يجاسب أكتر من كده تحديدا الشروط التاني يعني الشروط الأولاني مشي على يعني بروتينة واحدة أو يعني بروتينة واحدة فبالتالي ما كانش فيه أي فرص لإمبي اللي كان فيه تنظيم مقابل من فريق المقاصة قدر يحافظ على الجون وحتى وصل للمرمى أكتر من مرة لعب منصف دي قبل الهدف على طول الكرة دي أتكلمنا فيها عليها كتير لكن الشروط التاني كان لازم كابتر حمادة يبقى عنده كمان سيكه أكتر من كده في لعيبته إنه هو لازم خلاص ما بقاش أنا بنفس التشكيل لا أنا لازم أسحب بأيما واحد من خط الزهر أو واحد من خط الوسط المدافع ولازم ألزل مهاجم كمان زي شرويدة ممكن نكون نزوله أتأخر شوية ولكن نزل في توقيت الحمد لله أنه هو جاب له هدف التعادل لكن آه كان فيه تغير في طريقة اللعب بقى فيه كرات عرضية من ناحة الليمين فيه كرات عرضية من ناحة الشمال فيه تزديد على المرمى لكن هو كان الطبيعي أنه هو يعني لازم يجازف أكتر من كده كابتر فرو يعني لازم أنه هو ينزل شرويدة من بدري لما كولين كان لعيب هايل جدا جدا في الداخلية فأعتقد أنه كان لازم يطمع ويطمع فريقه أكتر من كده أنه هو يكسب لكن برضو أكيد في ظل الظروف اللي هو فيها كابتر حمادة والفريق تعادل يعني هيبقى مردي شوية الأكيد أنه مباراة صعبة بلعب فريق مقصة مقصة فريق من منظم حتى لما اضطرد منه واحد كمان ما حسيتش بدا ما حسيتش بالفريق ده لهو المضيع ده فيه كرة النانابوكو مضيعها عمونصف يعني زي بكاتر اكرافي قال ضربها بالألم يعني كرة صعبة جدا جدا عمونصف يعني هو الحقيقة كده فهو كان ممكن يسجل أكتر من كده كمان المقص